لاختلاف بشأن خطورة المناطق العشوائية على المجتمعات التي توجد بها سواء من الناحية الأمنية أو الاجتماعية غير أن حل هذه المشكلة يستوجب البحث أولاً في أسبابها وثانياً في إيجاد البدائل المناسبة للمتضررين من ذلك وبالبحث في أسباب الأزمة فإن أكثر العشوائيات في العراق نشأت في ظل حكومات مرحلة ما بعد الغزو الأمريكي بحسب نواب في البرلمان حيث تفشى الفساد وغاب دور الدولة في بناء وحدات سكنية للفقراء وذو الدخل المحدود على الرغم من الميزانيات المليارية كما غاب دور الدولة كذلك في وقف التجاوزات في بناء المنازل منذ البداية بل تركت الأزمة لتستفحل ثم جاءت حكومة عبد المهدي حالياً لتحاول حل المشكلة عبر حملات لهدم بيوت المواطنين محاولات الهدم الحكومية تتصادم مع واقع المعاناة الاقتصادية التي يعيشها أكثر سكان تلك المناطق معاناة يفاقمها عدم توفير الحكومة لأي مساكن بديلة قبل هدم مساكنهم وتركهم في العراء يواجهون مصيرهم وبحسب مراقبين فإن الإجراءات الحكومية في هذا الشأن تعكس حالاً من انعدام التخطيط لمتابعة النمو السكاني لحكومات تنشغل بالسرقة والنهب وتخريب البلد دون النظر إلى تأثير ذلك على الشعب الأمر الذي ربما يقتل روح الانتماء الوطني في نفوس أناس لا يرون من سلطة دولتهم إلا قتل أبنائهم أو نهب ممتلكاتهم أو هدم بيوتهم وتشريد أهليهم ترجمة نانسي قنقر